السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب تلت سنوي. مكملين ان شاء الله مع بعض فيديوهات مراجعة مادة الفيزيكس هنحل جنرال اجزام فورتين. اولا كل سنونا طيبين. ثانيا ركزوا برضو ان شاء الله العيد بتاعنا بعد ما نخلص خالص والنتيجة تزهر وندخل الكلين اللي احنا عايزينها ان شاء الله بعد اجتهدنا هو دوة العيد بتاعنا. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال. يعني الطريقة الصحيحة للتوصيل. عندنا اول واحد والفلتمتر اللي هي دي اللي تنفع. اخر واحدة اللي الاتنين متوسط بين مش هتنفع فالاجابة صحيحة هتبقى يا شباب سي. نستعفل الكاميرا. طيب ليجي ليه السؤال اللي بعده. في الابحاث اللي هي الحربية يعني. يعني التصميم اللي هي الانظمة الدفاعية. طبعا اللي هو حروب الفضاء. اصدام اشعاء اللي يعني. ايه انا خاصيه في الليزر حروب الفضاء ديت بيقدر الليزر يمشي مسافات طويلة شباب من غير ما يفقد الشدة بتاعته. هل هو هاي سبيد؟ لا ده سرعته زي سرعة الضوء العادي زي هل سبيكترال بيورتي النقاء الطيف ملهاش دعوة. هل بيم اسكاترينج? اصلا الاشعة مش بيحصل لها تشتت. اسكاترينج قد تشتت. طب هل انتلستي ايه ايه طبعا الشدة والتوازي بيبدأ الشدده سبتة ومتوازن مسافات طويلة. فالاجابة تبقى دي. نومبر ثري. يعني هو محول. طلع ما ايديلي يبقى ايه? كفقته مية في المية. مسال يعني. هذا برايم ريكويل اوف number of turns in B and secondary coil of number of turns in S. So if the input power to transformer is BWL power يعني. Then the output power from the secondary coil is dots. طبع ما هو ايديل الباور الناتج عند البرايمري ايقوى للباور المستهلك عند الايه عند السكندري. هو ايديل في الاولة هوت. طب اذا كان الباور عند البرايمري باور. يبا الباور عند السكندري بايه؟ باور برغو فالاجابة تبقى دي. number four. the opposite graph represents the relation between the accumulated electric charge Q يعني. on one of the blades of each capacitor. of the two capacitors C1 and C2. and the potential difference V across each of them. then the ratio between the capacitors the two capacitors C1 over C2 equal dots. احنا عارفين الطرية انجل ده شباب مهم جدا. اللي هو عايزين نجيب السي. يببا هي Q over V. يببا السي عماتن بقى ايقوى ايه؟ ادى Q over V. طيب ادى Q عال Y axis والV عال ايه؟ عال X axis. فالQ over V تمثلها slope في الرسمة اللي عندنا دي. فهو عاوز C1 over C2. C1 over C2 يمثلها ايه شباب? slope 1 over slope 2. equal. slope 1. 1 اهيت عندي هنا كام? عندي 3. 3 ديت ما ينزل ويبقى 3. طيب او ايه بقى. المان قدام نهيت هنا كده عند ال 5. 5 ما ينزل ويبقى كام? 5. ديت slope 1. طيب slope 2. 2 هنا عندي كام? 5 membقى 4. 5 ما ينزل Ugcaام؟ 5. والتو تحت برضو هنا عند كام? عند فايف. يبقى فايف ما نزيله كام? الفايف رواحت مع الفايف فهي بقى ايه شباب ثري اوبر فايف. فالاجابة تبقى سين. طبعا انا بحلي سريعا لان في الاول كنت بحلي باستفادة بس عشان بقى الوقت وانحنا خلاص حافظنا القوانين المفروض انا مش بابدأ من زيرو. المفروض احنا بنكمل على اللي احنا قلنا قبل كده والقوانين واللي فاتوا فيديوهات سادقة يرجع يشوفي لطريقة الحل من الاول ازاي باستفادة يعني. نمبر 5. انا قلت اي نمبر 4. قلت اي انا قلنا 4c صح كده. وعلمنا كمان على 3d. على 3rd. طيب تعال نمبر 5. an electric circuit contains a moving coil gelvanometer whose pointer has deflected to the end of its scale. Then when its coil is connected in parallel with a resistor 2 ohm طب هو طالما انحرف لربع التدريج لشنا عندنا في قانوني لوهي الحسيسية يعني وانا بنقول لو انت فاكرين ان ال-IG بالنسبة للأميتر عبارة عن ايه هو عاوز كومة ال-RG القوانين ديها طبعا اللي بس طالهم القوانون دوت عشان هو قابل النسبة هو بين القراء اللي هو ال-Sensitivity of the meter اللي هو ال-IG over the-R ايه وقالك فورس حرف لربع التدريج اهو هنا وان اوبر فور ايه ايه ال-R-S بكام هو قالك وصلناها بتو اوم يبقى هنا اوبر تو بلاس ال-R-G هو عاوز كومة مين كومة ال-R-G اعمل كروس فور تايمز تو ديات ايت ايه 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 يبقى ال-R-G قدامنا هتقول ايت ماينس تو يبقى ايه سيكس اوم فالاجابة هتلاقيها بيه تعال نمبر سيكس العلاقة اللي قدامنا ديها شباب بالكريتك انرجي والفريكوينسي ونيو وان هنا تمثل مين تمثل الكريتك الفريكوينسي طب والنيو ديات عبارة عن يعني الفريكوينسي اللي بيسكت بيها اد الكريتك الفريكوينسي مرة يعني اكناها طيب والتانية ديات كم مرة هو عاوز كومة خلي بالك كومة عبارة عن يعني يعني فالكينيتك انرجي عبارة عن ايه عبارة عن اللي هي الاي ماينس اي دابليو ماينس الورج فانكشن يعني لو انت بسيت طالما عند النيو الاكس ديات لو انت نزلت كده عند النيو بتاعتها كام ثري نيو وان يعني النيو اللي بيسكت بيها عبارة عن ثري تايمز نيو سي يعني لو انت حل سريع وانا حاليت الكلام ده قبل كده لو هو بيسكت بكريتك الفريقونسي ضابل اللي هو بسكت بفريقونسي ضابل كريتك الفريقونسي يبقى نفسها ولو بيسكت لو بيسكت بفريقونسي يبقى يعبارة عن ايه ضابل وهكذا يعني انت هنا ممكن تحل لها تقول ديت yet 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 وان. طب ملقيت شنو وان ديت اللي هي مين? اللي هي الورك فانكشن. فهي اكوى مباشرة كده. طب الورك فانكشن من دهالك دي. اللي هي فور تيمتين بور نيجة بور نيجة في ناينتين. في الحالة ديت هتكون ضابل يعني ايه فور تيمتين بور نيجة في ناينتين يبقيت تيمتين بور نيجة في ناينتين جول. فالاجابة هتبقى سي. اتعود بقى على الحل السريع عشان وقتك في الامتحان. يبقى لو 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 الفوتون بيسقط بفريقونسي ضابل الكريتكال فريقونسي يقوم يتحرر الالكترون بانرجي اكوى لو بيسقط بفريقونسي يبقى يتحرر الالكترون بانرجي طبعا دابل مين? آآ انا قلت في الاول هقول طيان ما عليش هيا شباب. لو هو بيسقط بفريقونسي ضابل الكريتكال فريقونسي يبقى يتحرر بكريتك انرجي اكول الورك فانكشن بس. لو هو بيسقط بفريقونسي تريبل الكريتكال فريقونسي يبقى يتحرر الالكترون بانرجي اكوى الدابل الwork function وهكذا مش بالتسلسل ده. number seven. if the concentration of holes in the pure uh silicon crystal is ten power eleven. هنا ال P equal N equal N I pure equal ten power كما شباب eleven. and their concentration after adding some impurities حطنا فيها شباب عشان توصل اكتر. of an element to the crystal is كم ten power nine. طب هي كم يعني يعني هي هي يعني. الهولز في الاول كان ten power eleven بقت كم ten power nine. يبقى في دماغك كده. يبقى ال N ايه زادت. يبقى دية كريست اللي هتبقى من نوع يا شباب N طيب. لازم يكون ده في دماغك. طب تمام. ال N طيب اللي نحطوه طبعا هيكون بتاعته بنتا فيلا. انت خمس التكافر. فاكيد مش هينفع بورن. لان البورن دو ومش هينفع الامن. هي قدامنا يا اما. يا اما فاسفلز. يعني الاجابة تبقى يا ايه يا سي. ماشي. هو عاوز ايه بقى? احنا عارفيني الكونسنترش بتاعتها. ايه? تقريبا عبارة عن ايه? عبارة عن N دونر. لن الوقت هنحط البنتة فيين انتها بيتبق N دونر مش N اكسبتور طبعا. N دونر. طيب يا عندي قانون مهم جدا. N. البي اكوان. طيب هو عاوز الان دونر دي ما الفري الالكترونز دي تقريبا قد مين قد الان دونر فالان دونر دي اللي هي ايه والالكترونز يعني عبارة عن ان اي باور تو يعني ايه كوي اللي هي كان يبقى كنك فوق بتعمل وتحت يبقى او الفري الالكترونز في الحالة دي عبارة عن هتقول اللي هي كام اللي هي ثلاثين فهيبقى اللي هي فيها تين باور ثلاثين اللي هي ايه بقى فتيفن تبقى يا شباب ايه لان طبعا سي قدامك تين باور تولف مش نافعا فهو يكون انتيموني وهيكون الكنسيطراتي او في الالكترون الالكتروني in the figure when the wire moves its terminal x becomes a higher voltage than terminal y. x ده الفولتج داعه اكبر من y. فخلي بالك الكرة انت هيمر من y لx. ليه؟ لانه هو يبشتغل اكينه باتري. محدش ينسى. يبقى جوه الباتري من ال negative لل positive. دي ات positive. اعمل هلق وعد الهلق. ديت هي negative يا شباب. وده هي مين? البوزر. طالما الترميل بتاع اكس اعلى من الترميل بتاع y. فهو داخل الباتري بيمر من negative. يعني من الاقل لفولتج لاكبر ايه? للاكبر فولتج. يبقى الكتري الكرنت بيمر في الاتجاه ده. يبقى هو كان بيتحرك بقى في انهي اتجاه عشان وقلتني current في الاتجاه من y لx. بص يا سيدة هشغل الكاميرا. عشان تشوف. قدامك هي ال end. هي طبعا ايدك اليمين. right hand rule. ايدك اليمين هتحطها كده. والالكتري الكرنت لتحت. كده او كده خارج كده. اهو. او dlp اكده. اهو كده. وهو ايدكتري الكرنت كده. اللي هو دول ايدكتري الكرنت اهو كده. فهتلاقي انت ال direction بتاع الحركة اللي هو الثمب ده. ده ونوردل تحت. فعاني ال direction بقى فيكون اتجاه دي direction دي. نعفل الكاميرا. صح اللي بعده. هو عصد يعني. ماشي. اشتغل كرشوف. فخلي بالك الكتري الكرنت اللي خارج كده. ده عايزة تزوء الكهرباء كده. عايزة تزوء في الاتجاه ده. وده عايزة تزوء كده. اهو الشكل ده. فالكبير اكده هيكسب يعني الاتين دي قد هتكسب الايه? هتكسب التويلد. انت ممكن تحلاب كرشوف. يعني لو انت مشيت كرشوف كده. يبقى الاوانية اللي هي اتين. معلوم. مينس التويلد. ايقوى. الاي اللي ماشية. الارتوتال اللي هي عبارة عن ايه شباب ار وان بلا اسمين ار تو. طيب. يبقى التويلف مينس الاتين مينس تولف ديت اللي هي كام ستس. ايقوى الاي تايمز. ار وان بلاس ار تو. يبقى تو بلاس وان يبقى ثري. يبقى الاي اللي بتمر كام تو امبر. بس التو امبرها هتمشي ازاي بقى? هتمشي كده بس. طبعا اللي تنمشي هيزوء كده بقى في عكس الاتجاه. يعني كنا عندي باتر واحدة. باتر واحدة بتزوء في اتجاه ده. اتجاه الالكتر الكلام تهيبقى كده. على طول كده. بس طبعا اكلنا معنديش اتين ولا اتر اتويلف. اكلنا عندي باتر واحدة المحصلة بتاعتهم اللي هي سيكس يعني. طب تمام كده اجيبنا قيمة الاي. فالفي هيقرالي ايه? هيقرالي الفي باتري وان مينس الاي ار بتاعته. اي ار وان يعني. اللي هي ايقوى. الفي بتاعته. اي اتين. مينس الاي بتاعته بتو. والار وان بي كام بتو. اكلنا اي اتين فالاجابة هتبقى ايه? وممكن تجيبها من تحت يعني ممكن تقول V عبارة عن ايه? V battery. بس two plus IR لان هي بتشحن. يعني تشارج. انما الاونية بتفرغ بس تشارج. اا ايه وال V battery التاني اللي هي cam 12. بلاس. الاي بتو. والار بقى بتاعتها فالإجابة إيه؟ نمبر تن يعني 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 والتاني كده يبقى لو عاوز النت فلاكس دينستي في السنتر البيتوتال يعني هتعمل سكور روت للبيت الأوانية بارتو بلس البيت التانية بارتو هي دي الفكرة بتاعتي طيب ماشي بيمر في الأوانيته أمبير والتنس بتاعته كام 50 تيرنز والرديس تغل بسنتمير طيب والتاني بيمر في 5 أمبير والتنس بتاعته 100 والرديس 5 سنتمير عاوز resultant ماجنيتف فلاكس دينستي عاوز الميت بي يعني at the common center ماشي انت هتجيبني البيوان مونير ميو اللي هي 4 باي طيب تن بار نيجاتف سبن دي الميو والن 50 والاي بي 2 اوبر الار الار اللي هي كام 12 بس سنتي يبقى طيب تن بور نيجاتف كام 2 وانت هنا كده هتطلع لو كيمة اي شباب هتطلع لو كيمة بي 1 هتطلع لك عال كالكوليتر 1.05 طيب تن بور نيجاتف 4 تسلا ابروكسيمتلي طبعا وهتجيب البيو بارضو مونير يبقى 4 باي طيب تن بور نيجاتف سيفن طيب زل إن بتاعته هامدرد التانية والاي بيمر فيه 5 ام باي طيب تن بور نيجاتف ايه 2 عشان تحولها للميتر تلعط لك عال كالكوليتر 6.2 9 طيب تن بور نيجاتف 3 تسلا هتجيب البيتو تن بالقلول لتعمل البي 1 بور 2 بلس البي 2 بور 2 هتطلع لك عال كالكوليتر البيتو تندي 6 بور نيجاتف 3 طيب تن بور نيجاتف كام 3 تسلا approximately تقريبا بقى يبقى 0.0063 يبقى approximately كده 0.006 تسلا اعرف حاجة لها اللي هي الاجابة دي number 11 if the radius of the first orbit in hydrogen atom is 0.53 angstrom then the speed of the electron انت لما جاب اللي سبيدي بازل يكون عندك الويب لين انت عندك اصلا السركانفرانس هغير اللون السركانفرانس اللي هي 2 by r equal n number هتجيب اللامده بقى اللي عبارة عن ايه 2 by r over the n طيب يبقى 2 by عندك البيع calculator لو ما قالكش غير كده ممكن يقولها يلهلك في الامتحان 3 by r 3 by r المهم الريترز بكام 0.53 بس angstrom يبقى 2 by r negative 10 over the n هو قالك فرست اربتي بل n بكام 1 انت هنا هجيبكم 8 لام هتطلعك بكام على ال calculator مباشرة 3 point 33 time 10 بور negative 10 100 دي اللي 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 طب هو عاوز ما اصلا الام في عبارة عن فهانا عبارة عن يعني هتعود على بكميتها قدامك هيت والام هي قدامك ولام دي انت لسه جايبها هتطلع لك على calculator طبعا الكلام دي بعد ما تقرب وتحرك شمال بقى عشان تجيبها في standard فالإجابة هتبقى ايه number 12 ان اندكتر وكباستر وريزيستر يعني عندنا اندكتر اهو وكباستر اهوت وريزيستر كمان اهي وكمان هوت وير اميتر بتوصلة مع بالشكل ده طب وبعدين in a closed electric circuit that becomes in a state of resonance يعني يعني ايه شباب state of resonance يعني يعني ويعني 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 والاي اللي بتمر هي اكبر في في الحالة دي لان الام بيدنس اقل حاجة ماشي if a bar of soft iron is put inside the coil اه حطينا بقى اه iron bar جوه القوين طب الميو زادت طب طب الميو زادت منتعارف اصلا ان ال ال اقوى المنان كده لما الميو ديت يا شباب هتزيد ها يبقى ال ال ديت اللي حصل لها increase برضي طب لما ال ال هنا increases يبقى ال اكس increases اكس ال مش طب لما فالمقدار بص بقى زاد زاد اصلا كانت عبارة عن ايه عبارة عن plus ال اكس ال مينس ال اكس سي طب في الاول كان ال اكس ال اللي ادي ال اكس سي بعد ما حطيت الاية بنروض جوه القويل بقى او جوه ال ال زادة فالمقدار اللي هو اكس ال مينس اكس سي دوت مقدار ده كل هيزيد فقيمة نفسها الزاد ديت ايها هتزيد فلما تزيد المعاوكة او المقاومة اللي بيلقاها الالكتري كانت هو ماشي في السيركت يبقى الاي ايه اللي هيحصل له هيقل اه قالك هنا ايه هيقل طبعا لان ايه هتزيد يبقى طيب تعالوا لي السؤال ثيرتين قولك هنا ايه equal 90 then the value of the average induced electromotor force in the coil وينيبقى half the area of the coil becomes inside the magnetic field نص الاريا بس انت جهز لي كده الاريا كده على ده الاريا عبارة عن ايه شباب buy r power two الباي اللي هو 22 over seven و times الار قالك 14 centimeter يبقى zero point 14 كده بالمتر بس power two ده الاريا يبقى عملها عيدة 22 over seven times zero point 14 all power two طلعت zero point zero six one six خلي بالك اللي دخل هنا في الاريا كلها هاف الاريا هاف الاريا فالاريا اللي هتعامل معاه بالقانون هتبقى هاف الاريا هتبقى بكام هتعملها اه او طيام زهافي عنك يبقى هتلعلك zero point zero three zero اه بالشكل ده ميتر بار ماشي هو عاوز الانديوز اللي بتموته انت عارف ان الامف من فرادايزلو نيجاتف ان دلتا بي اي سين فيتا اوبر اي دلتا دي يا مصر ما قبلش الطايم مش مشكلة هقولك مش مشكلة ازاي دلوقتي انت خد انت اصلا من تالت عداد واولة سنة وتانية سنة وخطاف تالت سنوي ان اللزبيد عبارة عن ايه عبارة عن فعشان تجيبوا يبقى عبارة عن ايه لزبيد عشان ما ميديك اللزبيد عندك هيا حال يبقى هنا عندنا فين الان بقى انترل طايمز البي بكام زيرو بوينت توني فور طايمز الاريا اللي داكلها ها في الاريا بس ها في الاريا اللي هيها كان لسه اللي حاسبها هنا زيرو بوينت زيرو تري زيرو ايت طايمز يبقى المسافة ديت هي الاريا اللي هي زيرو بوينت فور تين بيدي اوفر الفي بل في تطلع فوق الفي بقى بقى بوينت فور تو هعملها برده على الكالكوليتر ديت يبقى زيرو بوينت وخلى بالكم يا شباب اه هو هنا عاوز المالهجز هنا عبارة عن اتجاه بس بتاعة يعني هو عاوز هنا القيمة بتاعة يبقى زيرو بوينت فور زيرو بوينت زيرو زيرو ايت طايم وون بوينت فور تو ديفايد كام زيرو بوينت فور تين طلعت معا كده على الكالكوليتر زيرو بوينت سيفن فور ناين سيفن سيكس يعني لو انت بقى خطاء يبقى زيرو بوينت سيفن فايب فولت فالإجابة هتبقى ايه فكرتها برضو حلوة عشان مش نديك الطايم انت تعود بالطايم فورتين the number of the اميت فوتون بير يونت طايم فاي ال for a source of بو بو and the frequency new is calculated from the relation دوت تعرف ان البوار عبارة عن ايه عبارة عن h new phi l ماشي فواعظ phi l بس فال phi l equal a power over h new قانون مباجئ فالاجابة تبدأ شباب c number 15 بيقول ايه the opposite figure shows an o-meter scale of equal divisions using the given data that on the drawing the o-meter resistor equal that c طيب مباشرة كده 12 ديت فين هتقول لها مصر عند ربع التدريب كنت خد قانون مباشر قلت لك ان the i over the i g دي ال كلام ده في ال meter equal r dash بتاع الجهاز اللي هو طالبها over r dash plus r x طيب هو قال لك كده ما قالكش انحرفت لل force بس من الشكل اللي عندك ان بتقول فعند ربع التدريب بالظبط ما ده zero وكده ده ربع كده وده نص وده تلات اربع وده كله طيب عند الربع وصلنا 12 كيلو اوم يبقى هنا 12 كيلو يبقى 1000 اعمل يبقى 4 r dash equal r dash plus 12 thousand يبقى 3 r dash equal 12 thousand يبقى r dash بس equal 4000 اوم فالاجابة هتبقى بي نقل 16 two metal wires يعني معدنين اكيد مختلفين بقى the resistance of the first is double that of the second يعني resistance بتاع الولاني double resistance بتاع مين التان are connected together in parallel يعني الزولتج ثابت to a battery of negligible internal resistance then the ratio between the getting rates of the thermal energies in the two wires power one over power two ماشي انت عندك الpower لا كذا قانون ممكن تقول vi ممكن تقول i power two r ممكن تقول v power two over r تختار تختار لانت ايه عندك ده طب انا هنا هختار مين هختار الاخير ده ليه يا مستر يا ان حبيب طالما بار ال voltage سابت فريحنا هيترو مع بعض ما انت لازم تختار القانون اللي تشتغل بيه اللي ريح ما دي خبرتك ومهارتك في الحل الباور الاولاني over الباور التاني اكوار v power two طبعا بتاعت اللي يعني over ايه بقى r one والباور تاني عبارة عن ايه v power two over mين r two ثم لاحظين ال v power two رواحت مع v power two لانه متوصلين parallel في عبارة عن r two over r one لما خلي بالك ال r one بتاعت هي ب r two وفوق r two فال r رواحت مع r two equal a one over two فالإجابة تبقى الشباب a b طيب تعال لي seventeen in the opposite circuit electric circuit يعني the two switches a b ايه عندي بي يعني represent input then which of the following logic gates is equivalent to the electric circuit يعني عاوز dh 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 elektric circuit dh 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 عشان ما نضيعش وقت كتير شوف بقى دوة تحط zero وزيرو هتلعلك وان وان يبادي وان لو قفلتو من الاتنين لو قفلتو من الاتنين لو قفلتو من الاتنين كده زيرو زيرو يعني الاتنين مفتوحين اه اللامبا هتنفع لازم تنفع لازم تنفع لازم تستعجلش وتوجيش نفعت خلاص تبخط زيرو وان زيرو وان يبقى هنا تبقى ايه زيرو هتلعلك زيرو زيرو وان يعني كده برضو هي هتنور ما نفعتش بقى لان هنا زيرو معلقة اللامبة ده ما نوريتش فمش نفع فايه مش نفع جرب بقى بنفس المنطقة ده عشان اوضع عشان وقتك كتير هتلاقي بيه ما تنفعش عشان اجربتها طبعا انا حاجل الامتحان قبل ما اسجله السي بقى هي اللي هتنفع معاك اللي تعال نجرب السي بص يا سيد هنا الادية حط زيرو زيرو هتلعلك هنا زيرو هتلعلك هنا وان لو انت بصيت زيرو زيرو هتتجد مفتوحين ايه وبيه مفتوحين هتلاقي فيها اللامبة تنور ماشي جرب كده كمان زيرو وان جرب كل الاربع حالات استعجلش طيب زيرو وان هتلعلك بزير طيب هنا بكام بوان زيرو وان يعني ايه يعني بشكل ده يعني البيه هو اللي مفتوح برضو مش هيمر في الخط اللي فيه الكيز ديت هتمر في اللامة بس فهتنور طيب لو حطيت انت وان وزيرو نفس المنطقة برضو اللامبة هتنور طب لو حطيت وان وان بص كده لو انت حطيت وان وان يعني ايه يعني قفلت اللي اتنين كده اللامبة دي مش هتنور لان هتمشي كده بس ده سلك فاضي يعني حطيت وان وان هتعلق وان بيبه هنا زيرو لان اللوت بتعكس فاللامة مش هتنور فالواحد هتنفع معك اللي هي مين اللي هي زي ودي مش هتنفع جرب راحتك في البيت وان وانا مش مستهد نمبر اتين اكباستر اف كباستنس هندر اوبر لان ميكرو فارد اس كنفتد ان سيريس يبعنده في كباستر ويزان اوامك رسيستنس فور هندر اوام ويالترنتين كان سورسي فريقونسي بتاعته هندر اوبر باي هو عاوز الامبدنس الامبدنس عباره عن سكورة الارب وارتو بلس الارب وارتو بلس الارب وارتو فلازم تقيم الارب وارتو الاول ليه وان اوبر تو باي اف في سي يبقى تو باي طايمز الاف بقى اللي هي بكام وان هندر افتي اوبر الباي طايمز السي اللي هي هندرد اوبر مين ممكن تطلع مين فوق عشان تريحك في الحسابات والباي مع الباي ديك بس متنساش طايمتين بور نيجر بسيكش عشان ديك ما يكرو فارد هيطلع لك كام على الكالكوليتر ثري هندر اوام دي يبقى الزاد عبارة عن سكور روت يبقى الرب وارتو لها فره هندر وارتو أولاس ا عبارة إلى ثري هندر وارتو يبقى سكور روت، سكور فرد اوام بي گا زي تiceless number 19 in the opposite figure two parallel street wires aren't carrying electric current then a compass is placed at a point x and when an electric current i1 of 2 ampere is passed upwards in the first wire a compass needle has deflected in a certain direction طبعا انا اتحرف اتجاه معين تمام ماشي فين بقى and when another electric current i2 is passed in the second wire لما يمر في الوائر التاني the compass needle has returned back to its original position اه رجع التاني لوضعات طبيعي يعني هنا في المص هنا كده بالضبط ما لهاش اللي تنلاقوا بعض تمام يبقى دي الـ x دي عباره عم neutral point انا استنتجت كلا من نص الكلام طيب تمام سوبا the current i2 equal a طالما هي في نص المسافة يبقى point d at x d at neutral point فعندك المهم في neutral point i1 over d1 لازم equal i2 over d2 وفي نفس الـ direction عشان هي مابينهم يبقى لازم هي in the same direction of i1 يعني in the opposite direction ليه بش ينفع معنا خالص خلي بقى لازم in the same direction طيب مع الـ i1 بكام ب2 والـ d1 بدي equal i2 والـ d2 بدي برد فالد راحة مع default i2 equal to لازم أدها بالضبط يبقى هين ينور 2 أمبير برضو في نفس الـ direction ف2 أمبير in the same direction يبقى الإجابة b number 20 the opposite figure represents the structure of the unidirection electric current dyno then the responsible component المكون المسؤول عن إيه بقى for rectification عن التقويم of alternating current يعني إيه تقويم ما شباب يعني بيخليه يمر في نفس الـ اتجاهه مش بيعكس اتجاهه يعني يعني بدل ما electric current كان ماشي كده لا يمشي لي كده مين المسؤول عن كده أكيد السلندر اللي هي component number cam three لأن وطوله ما هو بيلف الفرشتين بيعكسوا اتجاههم معاه فالسلندر دي بتخلي electric current في outer circuit لها نفس الـ direction ورجعوا للشرح لو انتوا نسيين number twenty one in the opposite circuit if the polarity of one of the two cells of the battery is reversed لو عكسنا البolarity يعني هما كده اللي اتنين دول عكس بعض يعني الـ v b one عايزة تزوء كده شمال أهيت كده والv b two عايزة تزوء كده يمين كده او عكس بعض كده يبقى اكيد الاقوى فيهم هيكسب فالالكتر الكرانت اللي هيمر هيكون قليل في الحالة دي لو عكسناها بقى قال لك the reading of ameter كرات الامeter اللي هيحصل لو عكسنا اي واحدة فيهم اللي اتنين هيزوء في نفس الاتجاه فالpotential difference هتزيد فالالكتر الكرانت هيزيد لان عندي فالامeter reading ايه increases لو انت مش مقتنع يعملها بأرقام number twenty two in the opposite figure if the light source is switched on ده مصدر ضوء عادي خلي بالك ما هواش لايزر قال لك white light source مصدر دو أبيض تمام the issue between the intensity of the light beam at point x and at point y بص يا سيد انت عارف ان الاي inversely proportional مع دي بس بوارتو يعني ما اقول له اعوز اي اكس اوبر اي واي يبقى اقوال distance y اوبر distance x بس اوعد انت سالبوارتو في الاتنين تبا distance y بيكان المسافة دي دي ودي يبقى 2D يبقى 2D بوارتو يبقى 4D بوارتو والدستانس ايكس دي لايه دي بس فتبقى D بوارتو اظنوا دي بوارتو رواحت مع D بوارتو يبقى تبقى 4 over 1 فالإجابة تبقى بي 23 a rectangular core of dimensions لما يجب لك dimensions يبقى تجيب الارية انت خلي باله which consists of 250 tenets دية ال-N طبعا is placed in a four magnetic field of 0.6 Tesla دية ال-B and the carousan electric canat of intensity 4 ampere دية i so the torque acting on the coil when the plane becomes inclined to the field of angle 60 طبعا ما يلعا field angle 60 بل angle اللي ناخد ها في القانون ما هي 60 تاخد complementary لها 90 minus 60 لها 30 يعني لانهي angle between perpendicular to the field and the coin يبقى يبقى هنا التور تكون مباشر بيان sine zeta ال-B 0.6 وال-I 4 وال-A 80 times 40 times 10 power negative 4 وال-N 250 و sine zeta يبقى sine A 30 ما هي sine 6 طبعا هنطلع لك على الكالكوليتر كام 96 فالإجابة تبقى C تعالوا لي السؤال اللي بعده number 24 ماشي هنا بيقول لك which of the following graph represents the change of the electric current that passes in the electric bulb in the opposite circuit with the with time بص يا سيد لو اعتبرت ده هو ترامي alternating بيغير اتجاهه كل نص دوره اللي فوق positive واللي تحت negative فهو ماشي كده positive هوت يجي عند الpoint ديت هيمر هنا ما يمرش دي ويجي هنا كده بالضبط ما يمرش هنا يمشي كده في اللمب اللمب هتنور هوت كده وبعدين يمشي كده وهكذا طب لما هيجي يعكس هعملها باللون الفسفور اهو يعني ده بقى يوم يمشي كده كمل اهو ماشي كده ويجي هنا مش هيمر في دي بقى يمشي هنا كده وبعد كده يمشي فيه مش هيمر في هنا يمر في اللمب في نفس الاتجاه هو خلي بالك اتجاه في الاول بالاحمر نفس اتجاه في التاني بالفسفور قدامك ويمشي هنا كده ويكمل الله يعني لو انت ااخد بالك بقى ما غيرش اتجاهه في اللمب يعني لو كان ماشي في اتجاه كده وبعد كده ماشي كده يبقى يفضل ماشي كده على طول فالاجابة هتبقى ايه هتبقى ده بتعمل rectification طبعا بس مش هاف rectification ده اللي هو complete rectification تكون موجه كامل طيب 25 in the object figure a metal road is penetrating through the perpendicular magnetic flux lines with the speed v downwards so the induced electromotive force is generated between its terminals اكيد ما يتحرك هتولد فيه electromotive force ماشي if another road of the same dimensions نفس الابعاد بالضبط نفس الطول يعني ونفس الاريا بتاع that is made of the material of higher resistance resistivity اعلى لي يعني من قوم النوع بتاعته اعلى يعني resistance بتاعته اعلى gets moved with the same speed مش بنفس الاسpeed and in the same direction في نفس الاتجاه of the first route للساكل الاواني then the induced electromotive force دوت احنا عارقين الامف في الحالة الاوانية ايه قول build sine seed او بيمر بربندكر خلي بالك يعني في الحالة الاوانية بالله اقدر دي تعبارها عن ايه build طبعا في الحالة التانية لو شلته شمته خالص وجيبته رود تاني ليه resistivity السرعة فكل حاجة ما اتغيرتش فالامف المتولدة مش هيتغير برض فهتبقى ايه the constant اما المين اللي هيتغير induced the current induced the current في الحالة التانية هيبقى ليه زان هيبقى يعني هيقل عن لان resistivity زادت فالامك resistance بتاعته ايه هتزيد فالاي هيقل انما هنا الفورس doesn't change or remains upon stand number 26 two capacitors of capacitors C1 and C2 are connected in series with a battery if C1 greater than C2 يعني للوقات عندنا شباب two capacitors في الشكل ده وما صلوام serious مع من مع battery mesh if C1 greater than C2 يعني هنا C1 كبيرة with C2 هنا صغيرة then the relation between the electric potential of one of the plates of the first capacitor V1 and the electrical potential of one of the plates of the second capacitor V2 is dot انت عارف ان V inversely proportion مع الكباستر مع الكباستر يعني فطالما عندك ان C1 greater than C2 فهتكون V1 less than V2 هقولت انا طالما C1 greater than C2 يبقى V1 less than V2 فالV2 هي كبيرة فالإجابة هتبقى قدامك A B 27 ماشي نحسب كل هنا 12 ماشي هي هتجزق يدخل هنا 8 ويدخل هنا 4 لان هتبقى طبعا في 1 2 2 1 عكس بعد فهتلاقي عند الفور قوم بقى فور تايم فور بكم سكستين فولت. فمش نفع هو عاوز فور بولت بس. تاب بي. الثري بقى ديت تدخل هنا. وهنا وان ام بي. فهنا وان تايم فور فور بولت. فالاجابة هيبقى بي. طب لو انت بصوت كده ثري بتمر في الاتنين سيريز. فالفولتج عند الفور هدي بقى ثري تايم فور اللي هو كام تول بولت. مش نفع هو عاوزها فور بولت يا شباب. فابو السكس بتمر في الفور. فالفولتج هي ادول سكستين فور اللي هو كام توني فور بولت. فمش نفع. توني ايه. اف the multiplier resistance of the voltmeter is nine times the resistance of the gelvenom. يعني ايه. يعني الار ام اقوال مين رجي. هلو او. هو عاوز بقى ايه. عاوز علاقة من الفي والفي جي. انت عارف مباشرة كده. ان الفي جي. انت فاكرين القوانين يعني. اوفر الفي. اللي هو كنا بنحسبها بتاعت الفولت ميتر. ايه ايه ار جي. اوفر الار جي بلاس ار ام. يبقى الار جي حبتها فوقها هيت. والار ام لاين ار جي. يعني هنا في لاين ار جي بلاس ار جي تحت. يبقى كنك بتقول ار جي. اوبر تين ار جي. ار جي ار جي رو واحد مع الار جي بها وان اوبر تين. ماشي. اعمل كروز بقى كده. فهتلاقي اني الفي اقوال تين في جي. فالاجابة هطلع لك ايه. تولي ناين. ام دا اوزت جراف اف لامدا وان از شورتست ويف لنس او دا فيزبال لاي. يعني هنا الفايلات. ولمدا تور لونجست ويف لنس. يعني هنا الريد. كده. يعني المنطقة دي يضوء مرعي. ماشي. طبعا. تنفى. والشمس زيها. لا طبعا. لان الارس الموضع من الاشعاع في منطقة الانفرا ريد. تحت الحمراء. هنا اللامدا ماكسيوم يا شباب. هنا اللامدا دي. في منطقة الضوء المرعي والدم. انما الارس والتينجستان بالب طبعا ايتي برسنت منها ثيرم الرادياشن. اشعاع حراري. والهيومن بادي طبعا الاشعاع حراري برضو. فده طبعا عندنا المكسيوم ويب لنس. هي في منطقة الفيسبل لايتي بلازم دوت من ضوء جاي من ستار. طبعا. ماشي. 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 الباور بتاع السكندري. اوور ايتا. يبقى الباور بتاع السكندري اللي هو كام ثيرتي سيكس. اوور ايتا اللي هي كام ناينتي سيكس برسنت. يمكن اقوله اوور هندرت او طلع على هندرت فوقك. هتطلع على كام على الكالكوليتر مباشرة. سيرتي سيفن. بوينت فايف وات. مال يا مستر مديني هنا تو هندرت توني بولت. ومدينة توني فور بولت. ليه كلام ده كله. ما ممكن انت تحلها بطرق تانية. بس هتطول معاك. انا بديك اقصر طريقة عشان وقتك في الامتحان ما يضيعش. يعني انت ممكن تجيب الائب. وعندك البي بي قدامك هاية فطول ما جبت الائب وعندك البي بي هتجيب البار بتاعي ايه؟ البرايمر على طول برضه. بس هتطول بقى في الحالة. تيرتي وان. دمام. يبقى يبقى يعني حالة رانين يعني ما لازم نشوف الكلمة ديكي مش مش جملة كده وخلاص في السؤال لا طبعا لازم لا بدلون فلما يبقى هو عاوز بقى إيه انت عندك في حبيبي هتقول لها مستر يبقى ممكن تجيب هتقول هو عاوز السي يبقى السي اكوال اللي بقى اللي بقى اللي بقى اللي الاف بورتو تنزل تحت الياف 500 بورتو طبعا البورتو راحت مع الباي ديت فهي اكن بقى one over four times two two over seven تطلع فوق times of five hundred بورتو اعملها عالكالكوليتر دي هيتلع لك كده seven over twenty two time ten بور نيجاتف سيكس تبعا الفراد مش انت حاولها المايكرو فراد في seven over twenty two مايكرو فراد عالطول لان يا شباب مش انت حاولها المايكرو فراد بتعمل time ten بور سيكس فالاجابة هتبقى بالنسبة لك بي سيرتي تو if the potential difference between anode and cathode in a colage tube is six thousand six hundred twenty five volts ديال في بتنشال ديفرنسي يعني فهي يبقى هوا عوز هنا highest frequency تمام يبقى نوع maximum اقوى الـ EV الـ EV cam 1.6 طايم 10 power negative 19 طايم جل voltage 6, 6, 2, 5 over الـ H 6.625 طايم 10 power negative 34 هتلع لك بكم بلعط لك 1.6 طايم 10 power 18 هارتز فالاجابة B 33 سؤال بيقول لك if the energy of an incident x-ray photon on a free electron is equal to 1.28 طايم 10 power negative 15 جول يعني photon من x-ray بيسقط على electron ساكن بالإنرجي دية The energy of the scattered x-ray أكيد يا شباب الفوتون بيحصل له scattering والإنرجي بتاعته بتقل أكيد والfrequency بردو بقت كام 10 power negative 17 جول طبعا دية تفاكرين ان ال delta energy equal ال energy طبعا ال خليتك energy للإلكترون برعا اللي بيسكت بقى الفوتون بعد التصادم يعني يعني هتقول equal 1.28 طيب 10 power negative 15 minus 10 power negative 17 هتطلع لك 1.27 طيب 10 power negative 15 جول فالإجابة هتبقى B دي بالنسبة لثيرت B نجل 34 a conducting wire which is reshaped as in the object figure is placed in a plane of the page in an uniform magnetic field that is perpendicular into the plane of the page if the intensity of the magnetic flux is increased يعني زوجنا ال R زوجنا ال B تمام انا كنا استنتrate بمعدل سابت then the directions of the electric current in the two sides of the wire A B and C D R here شباب بن شتغل برضو ب Lens rule لا قارة Lens اللي هي لا بحبك ولا بقدر على بعضك هقول لك سيد هنا اتجاه الف بند بند فانا زودت ال B فيقول له ما تزيدش يعني ايه ما تزيدش بقى يعني هو يعمل current بحيس يكون ال B بتاعته عكس اللي موجود طب اللي موجود انتو فهو اللي يولد current بقى بيعمل field out of the beach اكنه خارج لبرة قيدك اليمين مش الشمال اكنه خارج لبرة كده الثنب هو اكنه خارج لبرة لو قدامك الكتاب يعمل معايا وهيبقى ماشي اتجاه اللي اكتر current اكنها anti blue كويس يعني ده ضع قريب الساعة يعني هيمشي كده من D ل C وييجي بقى من C ل B وخلي بالك الكبر ده معناه ان السلكين مش لمسين بعض يعني عدي من B على طول وبعد كده يطلع من B ل A وبعد كده من L D تاني لان هي complete cycle تكون from B to A أيها طبعا and from D to C أيها فالإجابة تبقى A 34A طيب 35 in the opposite circuit a cyanoid is connected to a resistor and two identical batteries each of the elective force VB at the bottom and of negligible internal resistance then dots T ter T T T Who T T T Me Turn T travailler بالشكل ده. في الجزء اليمين من السلينويد. فلو عملت برضه بيدك اليمين اللي هي عملت الكارنت الفول للاربع سواقه. هتلاقي الان هنا كده. والاس هن. اتقسمت لتوم ماجنتز. القوانية اس وان كده. والتانية برضو اس وان. بحيث في النصة هم. واللي على الشمال بقى اللي اتنين ساوس وساوس. ف هتبقى ساوس بول و هتبقى ايه ساوس بول فالاجابة دي. سؤال اللي بعده. الشكل ده مبسطه عندنا باتاري. والتو ريزيستور زيليها الفايل. والفايل ديت الشباب متوصل مع بعض بلالة. ليه? بدايتهم واحدة. ونهيتهم واحدة ما النوق البوينت ديت هي نفس البوينت ديت. سلك فاضي يعني. بس البتر انا عكس اتجاهها. هو اعملها لك كده. هنا البوزيتب. ودية النيجاتيب. وما له. مش اجرى حاجة يعني. يبقى اكين الفايف والفايف والاتنين بارل اكينها كما يا شباب تو بوينت فايف او. الكهربا وهي طالع بقى وتفرعها تفرعين. فرع فوق وفرع تحت. الفرع اللي فوق فايف. والفرع اللي تحت ده اتفايف برده. وفيه بقى انترنا الريزيستنس. اللي هي ديت بكام اه 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 تمام. خلي بالك بقى. الفايف اللي فوق ديت. والفايف اللي تحت البرانش اللي فوق البرانش اللي تحت بارلل. لان عند ديت الكهربا تفرق فوق وتحت. طبع ما حصل برانشينج الالكتريك كانت في فالشكل اللي هي بقى يكون ازاي. لكنك عندك بتر كده. وليها متصلة بيها. وفيه كمان اللي جنبها ديتك والمحصلة بتاعت الفايف اللي فوق واللي تحت وعندك انترنا الريزيستنس 1.25. فهو عاوز الاي اللي بيمر في الباتري. يعني عاوز التوتال كارات. عبارة عن الفي باتري. اوبر الار توتال. تحت السيركت كلها. الفي باتري 12.5. والار توتال باع بارة عن ايه. ال 2.5. بلاس 2.5. بلاس الانترنا الريزيستنس اللي هي 1.25. فعاكننا 12.5. اوبر 6.25. يبقى اقوال 2 امبير في الاجابة دي. لان طبعا كده الانترنا الريزيستنس اللي عندي كلو متوصلين ايا شباب سيريز. طيب 37. ان RLC circuit contains an alternating current source so add a certain frequency. the inductive reactance of the coil للإكسيل 36. where it's ohmic resistance is negligible. ملوش ايه. ohmic resistance يعني. and the capacitive reactance of the capacitor cam 30. فديل إكسي. والاوميك resistance لالر ب8. and the effective value of the potential difference. اللي هي ال V effective يعني. 20 volts. then the potential difference across VL. across the coil يعني. equal dots. VL خلي بالك عبارة عن ال I total اللي بتمر times XL. XL عندك فوق ب36. لازم تجيب ال I. عشان تجيب ال I لازم تجيب ال imbedience الاول. ال imbedience يا شباب. R power 2. يبقى هي 8 power 2. plus. XL اللي هي 36. minus XC اللي هي 30. all power 2. هتلقى لك ب10 اوم. فهات ال I. ال I effective طبعا. هي عبارة عن V effective اللي هي 20. over Z. اللي هي 10. equal كما شباب. دو امبير. عوض هنا بقى. يبقى 2 times. ال XA اللي بكام 36. يبقى 72 volts. فالإجابة C. 38. شكل اللي قدامك ده. alternating current جاي من dynamo. طب هو عاوز ايه؟ عاوز effective value of alternating current. ال I effective. انت عارف ان هي. I maximum. over root 2. أو I maximum times zero point seven zero seven. وممكن مجازا رياضيا يعني. I maximum sign 45. فانت اعملها over root 2 خلاص. يعني ال I maximum become أعلى I عندك اللي هي كميتها كام 8. over root 2. اطلع لك 5.66 approximately طبعا. فالإجابة هتبقى بيه. 39. A straight wire of weight 0.1 newton is placed horizontally parallel to the surface of the airs in the bin of the page. The resistivity of the wire is numerically equal to its cross sectional area. يعني قيمة الروئي عدديا. كلمة numerical idea يعني عدديا. equal area. تمام. ثم. when an informed magnetic flux of dynasty 10 power negative 2 tesla is applied perpendicularly into the page. The wire is balanced under the effect of the post magnetic force acting on it. and the weight. يعني الويت بتحرك لتحت. بحرك الويت لتحت. وفيه فرس بتحركوا يا شباب لفوق. القوتين بيتزنوا مع بعض. than the potential difference between the terminals of the wire is dots. هو عاوز potential difference. يعني عبارة عن الاي اللي بتمر فيه. times mean الار بتاعك. ماشي. ما عندش الاي وما عندش الار فنركز كده مع بعض. لأن في حاجات هتحل بعضها هنا في السؤال ده. بص يا سيدي. لما جيلك سؤال زي كده مش مديك اي حاجة خالص انت بنتخدش. مش هو متزن اه امشي بال data اللي عندك. او بال given اللي جايبها لك. هو مديك ايه? ان الويت متزن. الويت اللي هي الف جي. او اللي هي ال W يعني. equal من يا شباب. مكتور على FB. هو في اعمالة مرجح فوق كده اللي هي. ماشي. equal. قيمتها كام? zero point one. قدامك ايه. طب تمام. مرجح فوق تحت ايه? الزيرو point وقت عبارة عن القوة المناطسية بال. ساين سيتا. BIL. ساين سيتا. هو قال لك بربندكر فساين سيتا بوان. فيش فوق يعني ايه? حكايات كتير. فانت كامل. يبقى zero point one. equal. البي عندك. تين باور نيجاتف تو. طيب زي ايه شباب? IIL والساين سيتا بوان. فال IIL على بعضها كده لكشة واحدة يعني. عبارة عن ايه? هتقول zero point one. over ten باور نيجاتف تو. يبقى تين. ماشي. فانت ممكن تطلع عن الاي لوحدها. عبارة عن ايه? عبارة عن تين. over the L. حلوة ايه. تعالى لي بقى هنا تحت. نزل لتحت. الفي اك والاي ار. طب الاي بكام? ten over L. حلوة مستق. طيب. الار عبارة عن ايه? عبارة عن رو ايه. L over A. طب تمام. ما يا حبيبي ال L روحت مع ال L. والرو ايه روحت مع ال ايه? عشان هو قال لكم اللي اتنين قدوا بعضا عدديا. اتبقى لك التين بس. فهي ايه? ten. ten volts. فالاجابة سيه? سؤال جميل وجديد. بس سهل. تمشي معاها واحدة واحدة ما تتخضش. اتلاقي الموضوع سهل. 40. in the opposite electric circuit if the reading of the voltmeter approximately equal to zero. يعني مفيش كلام تم يمر. مفيش كهرامة طالع من الباتاري. هو الباتاري اللي لها voltage ايوة. او لا. بس مفيش كهرامة طالع منها. والدليل على كده ان البولتتج ايوة زيرو. او الفولتاميتر عندك ايوة زيرو. ازاي؟ ما هالفي دي تايراني اي ار. الار دي لا قيمة. طب الكلام ده اي امتى ايوة زيرو. الار لا قيمة. يبقى لازم الاي دي هي اللي ايوة زيرو. ايوة ما فيش كهرامة بيمر. فالاليمنت ايكس دي بقى يكون ايه في دول. يكون حاجة بتقوله كهرامة هتشمع عدية. هل ينفع ايه او بيه لا؟ طبعا. هو لازم طيب. الطيب. الطيب ده لو انا موصله. طب تعالي نشوف سي لو حطينا سي هنا كده. عادة هيمر. هيخلي الكهربا تمر عادي كده. فيه. لانه معادي يوات بي ودوات ان هيبقى فورورد. طب لو حطينا دي مش هيمر. بعكس هيقوله ما انتش هتمر. لانه عبارة عن ايه؟ يعني لو حطينا هنا مكان الاكس ديت. بالشكل ده. تبقى الكهربا تطلع عايله لا ما تمرش. فالاجابة تبقى يا شباب ايه؟ دي. طبعا دي هت اللي هتطلع اكس راي. مالو بقى؟ ايه؟ ايه؟ هي الفيلمنت. بتطلع الالكترونز. والالكترونز تطلع لها احتمالين؟ ممكن تفقد الانيرجي بتاعتها نتيجة الربارشان فورس مع الالكترونز الموجودة عند الانود. لان البيدوات انود يا شباب. فتبع السير بتاعت ميكس والهيرتز تتحول الى الهيكترون ماجنيتك ويفز. تمام؟ او تصطدم بالالكترونز في الانود وتخليه يطلع من لو انيرجي ليبل لهاير انيرجي ليبل. ممكن من ال اي وان لل اي تو او لل اي ثري. وبعد كده تقعد اللايف تايم وترجع تاني يوم يطلع منها اميشن فوتونز يعني. يعني الايم الاخر بتخرج ايه؟ الالكترونز. والبي بتخرج ايه شباب؟ فوتونز لنتيجة الانتقال الالكترون من الهير انيرجي ليبل تول لوار انيرجي ليبلز. فهتبع الالكترونز وفوتونز فالاجابة ايه؟ سأقل لبعده. فورتي تو. وهنا موتور قيل خلي بالك قالك هنا ايه؟ موتور. وهنا كلمة ايه؟ الموتور بيعتمد عليه يا شباب على التورك. والمستر قالك لو جاب لك سير التورك او دينامو في الامتحان. وفقى كلمة بارالل يبقى التورك ده ميكسيمم. ولو هي في الدينامو يبقى الانديوز دي اللي اكتبوتي بفورس دي بقى ميكسيمم. ولو قالك بربن ديكور بقى كلمة بارالل هيبقى زيرو. اعكس. ودي الحالة الحالتين الواحدين في الملاج اللي بتعكس. طب انا اعكست اقال لي ما قاليش انا بس اقال لك موتور. وطبعا انت عارف ساينتيفك. اه اللي هو الاساس العلم يعني. لعمل الموتور ايه هو يا شباب اللي هو التورك. تمام. كامل بقى كده. يعني القيمة اللي بتقل لي بالتدريج. منكم اللي بتقل التورك لان التورك بدي ميكسيمم اكيدا ما يلفها تقل بالتدريج لحد ما توصل لزيرو لما يكون بربن ديكور. طب يبقى توركي ادات اكس ان دا كويل ايوة. طب كمل كده. ماجنيتك فورس دات اكس ان دا طول. لأ طبعا مش هتأثر خالص. يبقى قيمة الفورس السابتة ميكسيمم على طول. ان اتس دايريكشن اند ان اتس ماجنيت يود. والنما اللي هما اللي هما اللي بالعرض كلمة اللي عندول يا شباب. اللي هما دول اللي بالاحمر دول. كلمة الفورس اللي هما بتتغيرش. هما بيلفهم. وخلي بالك اللي بالعرض بقى دول قيمة الفورس المؤسرة عليهم بكلام بزيرو على طول. لو كان اتجاه الفلاكس لا ينزل مسلا بالشكل ده. كده لليمين او للشمال. يكون يعني هي بلل يعني. تمامي بدي مش نافعة. طب الماجنيتك فلاكس دينيس تي. لا ده موجود لان فيه طبعا لازم يكون فيه ماجنيت. نورس و ساوس مسلا. طب الماجنيتك دايبول مومنت. الماجنيت دايبول مومنت عمره ما اقوال زيرو اعتبر ده البصدف كده هوت. جاي هنا كده. يبقى البرانش ده هو. والبرانش اللي فوق. ده كده و نازل دول بارل مع بعض. تمامي. يعني كام. فورتي مايكروفرار. يعني كام. فورتي مايكروفرار. يعني كام. سهلا. مش اللي اتنين دول مع بعض. عاملهم معاملة البارل. يبقى الاتنين مع بعض يكام. سيكستي. ماشي. يعني اكن اللي اتنين بقوا واحد بس. كنتوا سيكستي. مايكروفرار. ومتواصلين بارلل مع واحد تاني كنتوا كام تويني. ومع واحد تاني ما نعرفوه. سيريس معا. التويني والسيكستي بارلل. عاملهم معاملة السيريس. تعمل سيكستي بلاس تويني وبو كام ايتي. تمامي. فالاتنين كده مع بعض. اكنهم واحد بس ايتي. والتاني سي. ما نعرفوش. بس الات دوت بقى. اللي هو قيمته ايتي يعني. والسي متواصلين مع بعض يا شباب سيريس. تمام. يبقى عاملهم معاملة البارل. المحصلة بتاعتهم من الاتنين فورتي. وما تعملهم معاملة البارل. يبقى ايتي طايمز سي. اوبر ايتي بلاس سي. والشاطر عارف اصلا. الاتي والاتي. يجبو فورتي نصوهم. فهو هيبقى ايتي اساسا. اللي هي سي. تعالي نسبة هالك. اعمل كروس. فهتبقى طبعا هنا. ايتي سي ايقوى. ثري ساوزاند. تو هندرد. بلاس فورتي سي. وادل فورتي كده النحية التانية. يبقى ايتي مينوس فورتي. يبقى فورتي سي. ايقوى ثري ساوزاند. تو هندرد. ديفايد فورتي يبقى سي ايقوى ايتي مايكرو فارد طبعا فالاجابة سي. نمبر فورتي فور. شكل قدامنا دي يا شباب عاوز مانيديك فلاكس دينستي عند البوينت بي ديت. طبعا ده السير كلا لوب. بس ده هال دوت كده لفة كاملة ولا جزء من لفة؟ جزء من لفة. عشان نجيب النمبر لا طريقتين. يا اما اللينز بتاعة الواير ديفايد اتركام فرنسا ديتو بي ار. وده مش الحالة بتاعتنا هنا. والحالة التانية ثيتا اوبر كام تيرتي سيكس. بس نركز لان الدروب هنا في الحدة دي. الطالب يقول علي السيتا سيكستي. يوم عامل كده سيكستي. اوبر ثير هندرد سيكستي. يطلع لك سيكسز. كده غلط في الانتحان. ليه؟ لان انت بتاخد الانجل اللي قبال الار كده هوا. ده كله كده. اوه يعني هي الانجل من السيكستي ايواة ده الانجل كام تيري هندرد. يعني الان بقى مش ان نحن بصح. الحقيقة ده غلط قلت لكم. يبقى الان اقوى كما شباب تيري هندرد. اوبر كام تيري هندرد سيكستي. يبقى فايب اوبر سيكس. تيرني. خمس اس داس لفة. هو عاوز البي. خانون مباشر بقى. مونير. الميو فور باي. طايم تن. بوار نغатив سيكس. طايمز الان. الان لها كم شباب؟ فايب اوبر سيكس. طايمز الاي. الاي بكام 48 اوبر 11. ميو ان قناها اي. اوبر اي شباب؟ اوار. يبقى الار بكام تين سنتيميتر. يبقى تين. بس خلي بالك فيه تايم تين بوار نيجاتف تو. عشان بتحول انت طبعا من السنتيميتر بالميتر. بالشكل ده. رصها كده على الكالكوليتر يطلع لك ايه شباب؟ فور تايم تين بوار نيجاتف فايف. الاجابة ايه. فورتي فايف. اه. مونو كرماتيت لايت راي هاس فولين ان دا سيرفيس اوفا ميتر. شعاع ضول. وحادي اللون. يسقط على سطح معدني. بارلي يعني بالكاد. بالعافية بيطلع. يعني بيتحرر الالكترون. من الميتل سيرفيس دا كده. دا سقط عليه فوتو. بالشكل ده. الالكترون يدوب بيطلع كده. من غير ما يكتسب طاقة حركة. يعني هو طلع على السيرفيس على السطح كده يتحرر بس. تمام. يتغلب على البارية. يبقى كان بيسقط بفريكوينسي. يدوب نيوسي. يدوب يخرج الالكترون على السيرفيس. ما يكتسبش كينيتك انرجي. طيب. طيب. if the frequency of the incident light has decreased. قال. to a quarter its initial value. قال للرو. الفريكوينسي قلت عن نيوسي. يعني نيوسي تبقى أقل من نيوسي. طالما قلت يبقى مش هيقدر يحرر الالكترون. فالإجابة. tOWN managed. narrow electrons are imminent. 46. a group of equal resistors are connected in sirius mرة. وصلناهم مرة تالية نفسهم كانت الإكوفيرنت بتاعتهم كان 4 ohm ماشي المحصلة بتاعتهم اللي هي 100 دي كانت عبارة عن ايه عددهم طيب قيمة الواحدة اللي هي R هنسمها R ماسي او R1 ماشي طيب ولما توصلوا منتو بالبقى بتاعتهم او اللي هي يعني او بتاعتهم اللي هي تعبارة عن ايه قيمة الواحدة دفعادة عددهم اللي هي طيب من العلاقة الاول اوانية دية ال N equal ايه هتقول لها نستر ال N equal 100 over R 100 over يا شباب R1 عوض عنها في second equation دي يبقى R1 وتحت 100 over R1 فR1 تطلع فوق تبقى R1 يبقى R1 بوردو يبقى R1 power 2 عبارة عن كام فR100 تاخد بقى سكور روت يبقى R1 equal كام 20 ohm فالاجابة C ممكن تجيبها ال N برضو وبعد كده هتعمل 100 over R1 اللي هتجيبها هتلعلك برضو 27 helium neon laser beam light in that طبعا ال helium neon laser ده احنا بنشوفه هو ضوء احمر هو في منطقة الضوء المرقي يبقى لو كان في ال infarit مش هنشوف او او كل ده ما نشوفهاش يعني ما نشوفهاش اساسا يعني هو ضوء مرقي 48 شكل اللي قدامنا ده عبارة عن wire اهو بالشكل ده ماشي بيمر في electric current بيعمل flux dynasty H يعني H جاء من ال wire نفسه تمام وفي عندنا flux dynasty لل Ares كنتوا كما شباب H برض حلو قوي وهو في الشكل بالشكل اللي قدامنا ده الفوق يعني ال H ده كده هو magnetic flux dynasty بتاعت ال air ما ال air صغير عن مغناطس كبير لا magnetic field يعني magnetic flux dynasty بتاعته هو H واتجاهها upward للشكل طيب هو عاوز ايه عاوز resultant magnetic flux dynasty عند ال point d عند ال point في مجل الارض طالع لفوق دي مجال بتاع الارض بتاع ال air كده طب بتاع lwaier امشي يا سيدي هشغالك الكاميرا هيا هتمشي انت ازاي ده خدائمك اليمين هيا يبقى كده الجوة ولف كده كده كويس فعند ال point بي اكلنك نازل لتاعت تماما هيا بالأحمر التاعت كده وكميتها h برضه هو قالك كده اللي جاء من ال wire كميتها h قدامك ايه طب عندي two fields لهم نفس المجنيتود و opposite indirection هيلغوا بعض هي cancelوا بعض يبقى المحاصلة تبقى كام هتبقى zero فالاجابة هتبقى ايه نقل السؤال اللي بعد which of the following figure represent the direction of the motions of the dominant charge carriers a and b طبعا في ال a هيبقى electrons اكيد وفي ال b هيبقى holes خلي بالك لان ال b دي هيبقى بي طيب وال n وال n هي n طيب فال charge carriers في ال n بتبقى electrons يعني عبر عن electrons وال b دي عبر عن ايه عبر عن holes كده بقى تمام بس ايه بقى forward connection forward يعني positive مع positive مع negative ال holes يا شباب هيحصل revolution يعني هنا تتحرك كده والالكترون دي حصل revolution برضو مع negative تتحرك كده فالشكل اللي بي بينها لي هي دي قدامك هاي لو انت بصت للإيه هتلاقي البي دي تحرك شمال كده مش نفع هي عصلا تتنافر مع وهنا هيتحرك برضو يمين كده مش نفع برضو مش نفع والإيه كده شمال نفع بس جما واحدة مش نفع خلاص فالاتنين بتاعهم صح يا شباب هي دي وهنا خلي بالك اله tired قدامك وإيه إيه يعني عادي المقوة بتقيل طبعا في الوسط الكهرباء سيريندينيكال سيرينويد سيرينويد 20 سنتيمتر عند سيرينويده بالشكل ده 200 لفة بقى تمام هيكون فيه اضخل لبقى والاريا بتاعته 50 سنتيمتر حلو عاوز ايبقى مقابلين عاوز الفة بازلو نيجاتف ان بي اي ساين ثيتا اوبر منا شباب دلتا تي ونركز مع بعض هل مدي لك الان اه مدي لك البي لأ مديك الاريا ايوة مديك الساين ثيتا لا مديك الدلتا تي ايوة طيب هنحلها ازاي هات انت البي الاول البي ايقوال ايه ميو ان اي اوبر ال كل الداتا ديت عندك الميو فور باي طايم تين بار نيجاتف سبل مدهالة والان تو هندرد والاي اللي بتمر فيه تو امبير وطول اتوين سنتيميتر يعني زيرو بوينت وميتر اعملها على الكالكوليتر اطلع لك البي بتاعته بتاعت القويل نفسه كام تو بوينت فايب تقريبا يعني طايمتين بار نيجاتف سري تسلح حلو او الفكرة بتاعت المسئلة ايه يا مستر هقول لك ما هو ليه سواء كاتي من او شبالتا بعد تجاه الكارنت يعني اهو كده فالفلاكس لاينز اصلا لو انت بتبص من هنا كده هي بربندكر على الارية بتاعتها الله فالساين سيتا هنا بكام وان انا في حاجة تحلل والبي انا جبتاها خلاص كده كله عن هو كده عاوز الام ايه يبقى ايه هو الان بكام تو هندرد طايمز البي تو بوينت فايب تايمتين بار نيجاتف سري بيت البي تايمز الاريا بكام ففتي بس هتعملها تايمتين بار نيجاتف فوق ولو عاوز تعمل تايم ساين سيتا يبقى تايم وان لانه هو اصلا بربندكر خلي بالك او الفيزياريا بتاعته كده لو انت بتبصله بمنزر جانبي والفيل ده اكدناها مختاريقها كده بربندكر عليه تمام اوبر دلتا تي اللي هيب كام بزيرو بوينت وان هنطلع لك كده على الكالبوليتر زيرو بوينت زيرو تو فايف وان فولت لو بقى حاولتها لستاندرد فورم يبقى تو بوينت فايف طايمتين بار نيجاتف تون فولت فالاجابة تبقى يا شباب ايه بي كده الحمد لله خلصنا مودل اجزام فورتين نشد لكم يا شباب احنا خلاص في المنعطف الاخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته